وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق دائماً تذكر السماوات بالجمع أو غالباً والأرض تذكر بالمفرد بالجنس جنس الأرض وإلا فالسماوات سبع والأراضين سبع الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم الشبراً من الأرض طويقه يوم القام من سبعة أراضين إلى الأراضون سبع كما أن السماوات سبع لكن في القرآن الكريم تذكر السماوات بالجمع والأرض بالمفرد بالجنس جنس الأرض وإله في سبعة أراضين كما أن السماوات سبع سماوات والفرق بين السماوات والأراضين إن السماوات يقينا أن كل سماء فيها أهلون فيها سكان يسكنها بينما الأرض لم يذكر هذا أبدا وإنها ذكرت الأرض الأولى التي نعيش نحن عليها لم تذكر الثاني والثالث والرابعة الخامس والسادس والساهل ليعيش فيها أحدا لم يذكر شيء من هذا أبدا أما السادس فذكرت والملائكة يقطنون هذه السماوات فعندما يأمر الله بالأمر جبريل فيمن السماء إلى السماء السادس ويخبرهم إلى السماء الخامس ويخبرهم هكذا والنبي لما عرج به صلى الله عليه وسلم رأى في السماء الأولى آدم ثم رأى في السماء الثانية يحيى وعيسى ثم رأى في السماء الثالثة يوسف ثم رأى في السماء الرابعة اذا كل سماء فإلها أهلون يسكنونها